أدلة على أن أفلام ديزني تروج للإغتصاب والتحرش قصص الحب في ديزني خيالية لكن تفاصيلها تجعل المرأة والطفلة خصوصا تقتنع بقواعد معينة غير صحيحة للعلاقة بين الرجل والمرأة ومن هذا المنطلق لا بد من الانتباه إلى ما تشاهده الفتيات الصغار من أمور غير لائقة تنمي في عقولهن معايير غير منطقية لحياتهن وعلاقتهن العاطفية وفي هذا الفيديو سنشاهد حقائق صادمة حول بعض من أفلام ديزني التي تروج للإغتصاب والتحرش فاحذروا من تأثيرها على صغيراتكم أولا ديزني تشجع على التحرش في سنو وايت لا يحق لأي شاب أن يقبل الفتاة من دون موافقتها لكن الأميرة في فيلم سنو وايت يقبل الأميرة الصغيرة وهي ميتة من دون أن تعرف ذلك أولا تقبل الأموات هو مرض نفسي يدعى نيكروفيليا وهو عبارة عن شخص يمارس الجنس مع الموت لأسباب نفسية ثانيا ديزني تقنع صغيراتنا أن رجل سيتغير حتى ولو كان عنيفا وقاسيا في العلاقة تعلم ديزني الفتيات الصغار في فيلم الأميرة والوحش أن الرجل الوحش الذي يعنف حبيبته سيتغير ويصبح رجلا صالحا بمجهودها وبعد أن تجعله يحبها الرجل الذي يضرب امرأة أو يؤديها بشكل مرضي لن يستطيع أن يتغير إلا إذا تعالج نفسيا أو تخلص من عقده ثالثا يجب أن تكون أميرة جميلة بخسر رفيع وأقدم صغيرة كساندريلا كوني كما يحلو لك أن تكون عزيزتي رابعا الزواج لن يحررك من ظلم المنزل يبدو في صاندريلا أن الأمير والزواج منه هو بطاقة حرية صاندريلا من ظلم زوجة أبيها وشقيقتيها الشريرتين هذا ما يروج له الفيلم للفتيات الصغيرات لكن الزواج ليس حلا والأمير لن ينقذ صاندريلا من حبسها بل هي من ستخرج منه بإرادتها وبإعطائها الحق الكامل بأن تعيش كامرأة لأن الزواج لا يجب أن يكون هدفا وحيدا في حياة المرأة خامسا المرأة لا يجب أن تعمل لأنها أميرة تجسد ياسمين دور الأميرة المدللة التي يأتيها كل ما تتمنى من دون أي جهد هذا يفسر حالة على فيسبوك المنتشرة بين الفتيات الفتاة يجب أن تعمل وتخلق شخصية مستقلة بها ومهنة تعبر عن شخصيتها وطموحاتها لتكون أميرة حقيقية سادسا ديزني تشجع أيضا على الزواج المبكر عند ولادة أورورا الأميرة النائمة قام والديها بالاتفاق على تزويجها للأمير فيليب عند وصولها لسن البلوغ وذلك للمحافظة على المملكة وتوحيدها الأميرة لم تكن واعية لكن قام أهلها باختيار مستقبلها وزوجها من دون الأخذ برأيها وهذا ما يفعله العديد من الأهالي حين يزوجون بناتهم إلى رجل لا يحبونه ويظلمونهن بحياة لم يخترنها سابعا وتشجع ديزني أيضا في الأميرة النائمة على تحرش يقوم الأمير فيليب الذي لا يعرف الأميرة إلا في صغرها بملاحقتها في الغابة عندما تكبر يتلصص عليها ثم يأخذها بين دراعيه ويقول لها عبارات في الحب والغزل من دون أن تقبل أو من دون أن تفصح عن رغبتها أو تتعرف عليه حتى ثامنا الشاب سيحبك من أجل شكلك فقط وليس من أجل شخصيتك تقوم الحورية الصغيرة أريال بتغيير نفسها لتتحول إلى أدمية ويحبها الأمير تفقد أريال صوتها وتترك عائلتها وتتحمل ألما كبيرا في قدميها أثناء عملية تحولها من أجل الأمير يقع في حبها الأمير على الرغم من أنها لم تتفوه بكلمة ما يشجع الفتيات الصغار على تغيير أنفسهن من أجل شاب لا يحبهن نشكركم للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الأعجاب والاشتراك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة